استشهد فتى فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب حط المؤدي للمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار وأغلقت شرطة الاحتلال أبواب المسجد الأقصى واحتجزت المصلين داخله واعتدت على عدد منهم كما أغلقت باب العمود وباب الساهرة بالبلدة القديمة واعتدت على المواطنين والباع المتجولين هناك ومنعت الدخول إلى البلدة القديمة أو الخروج منها وهددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي والد الشهيد بهدم منزله في بلدة قباطية جنوبي جنين فيما كانت قد استدعته للتحقيق بعد الإعلان عن استشهاد ابنه